خلينا اتكلم عليه على طول اخترتي الموضوع عشان الموضوع بقى منتشر ان الست بقيت بقى حاش عافي يكلمها وهي معتمدة على نفسها مش عايزة حد تاني والله خالص انا عايزة اقولك انا بعمل القناة دي بقى دي تقريبا سنتين او سنة ونص اكتش يعني الفكرة جات ازاي الفكرة جات انا زهقت من هنا الحب اتخنقت يعني عارفة تلزيق قوي بقى الرتمة اصلا سريع جدا لدرجة ان هو ما فيش اللي احنا بنقوله يعني يا رب يعني نقابل ناس تحبنا ونحبها بالطريقة دي بس اقزة توتل مفيش لا مفيش طبعا فقصنا افضل هتغذل في واحد والله وامر مفيش لا فقعدت مع هو دوتو مع توسي لابرتوز من الناس اللي هوزاس جدا مختلفين تماما عني اوكاورتيجا طبعا ايه دي المفاجأ مهرجانات خالص الاغناء هي حاجة مجنونة عامنين مرجمة بين اللون بتاعي واللون بتاعهم فقعدت معهم عملنا اللحن وكتبنا الكلام بس كنت حاسة ان في حاجة نقصة فكلمت شادي نور اللي هو كان عامل قوانات سميرة سعيد طبعا ما حافظة الالقاب الضيفة ما حصلش حاجة وكان عامل كذا حاجة نكحة باللستالي بقولك عليها out of the box فروحت قعدت معايا وكان اول مرة في حياتي يقعد مع مؤلف علشان يكتب على لحنة بالطريقة دي يعني وقلت له انا عايزة اعمل حاجة يعني مختلفة اه مش بالازدقة عايزة بقى بنت اللي هو wild قوي تهاية حاجة غريبة يعني فقال لي طب سبيني كده كم يوم فلقيته بقى الفكرة اه فعجبتني جدا طبعا اشتغلنا عليها عايزة اقولك بقى لها بنشيل كوبليهات وبنحط كوبليهات اوكا قرتيجة طبعا كتبوا كلامهم وانا سعبت في حتة وشادي كتب الكلام بتاعي بس الفكرة ازا توطل كتفكرته وابصي الاولايات دي عارفة عارفة ربنا مبارك فيها كده كنت في امريكا فكان في حد من صحابي مخرج هناك قوي يعني فعدنا اتكلمنا فقال لي انا هاجي مصر ونصورها هو اللي عملها النامبارح وطبعا وفعل خلصت اه خلصت وباعتذار اوكا اورتيجة لان كان اورتيجة مصوب فطبعا ما قدروش لي صوروا فعملناهم بطريقة جرافيك كده نيون هتطلعها جديدة بالألترا فيلت فبصي عاملين حاجة مجنونة هتنزل امتى هتنزل بصي انا بعد ما هخلص معيك هطلع على الادت علشان اتليست تعمل برومو يعني قولي على الاسبوع الجاي ان شاء الله